السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر احمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي اساعة حال الحقيقة حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي بتدور على مدارس غير الثانوي العام مبدئيا كده الف الف مبروك على النجاح والناس اللي جابت مجموع كبير والف الف مبروك للناس كلها ويا رب من نجاح لنجاح النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مدارسة هامة جدا غير الثانوي العام الناس اللي طبعا دخلها ان شاء الله الثانوي العام ربنا يوفقها ما فيش اي مشكلة ولكن هناك بدائل للثانوي العام والحقيقة مجموعة من المدارس هامة جدا 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 اتكلمنا بفضل الله عليها في قناة مستر احمد علي المصري والقناة ان شاء الله سيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو بتاع النهاردة فيها الحقيقة مجموعة من المدارس الهمة والمدارس بقى العسكرية الرياضية والحاجات الجميلة اللي بتوع سنة تالتة يعني نفسهم يخشوها بنديك معلومات عنها وربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنىها النهاردة ان شاء الله معدنا مع مدرسة همة جدا 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 الحقيقة فوجة نظري هي مدرسة مفيدة جدا لطلاب الشهادة الاعدادية من ناحية ان هي طبعا بعيدة عن الثانوي العام والدوشة بتاعة المذاكرة والكلام ده كله وفي نفس الوقت حاجة ممتازة لو حابب انك تكمل مجال الكلية مفيش مشكلة حابب انك سيادتك تتميز بقى في المدرسة وتشتغل مفيش برضو اي مشكلة طب يا ترى المدرسة اللي معانا ايه النهاردة المدرسة اللي معانا هي مدرسة السويدي الفنية بعد الاعدادية طب يا ترى ايه هي المدرسة دي ويا ترى اخبارها ايه وازاي نقدم لها والكلام ده كله الحقيقة يعتبر معانا ملف شامل خاص بهذه المدرسة يعني بيكلمك عن المدرسة وبقولك العلمان بتاعها ان شاء الله والمصرفات واقسام المدرسة والشهادات اللي بتمنحها المدرسة والشروط التقديم والاوراق المطلوبة عند التقديم وحاجات كتير ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة السيزان حضرتك بقى لو اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك وما تنساش انك تفعل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشار الفيديو لحبيبك وجرانك وقريبك عشان الكل يستفيد من تنساش بقى اللايك ودعمنا كده بتعليق جميل وقل زميلك على الفيديو ده عشان في ناس الحقيقة كتير عايزين مدار صغير الثانوي العام ومش عارفين فالمعلومة لما بتوصلهم بتفرق كتير في حياتهم ومستقبلهم ربنا وفقكو يا شباب نخش بقى على الموضوع بتاعنا واكادميت السويدي او مدرسة السويدي الثانوية للتعليم الفني بس يا سيد الفاضل اكادميت السويدي تتبع مؤسسة السويدي وهي مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ومنهجية التدريب في الاكاديمية هو الاهتمام الكبير بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يجب الاعتماد عليه في برامج التدريب المهني وهذا ما يسمى بالتعليم الذكي يعني المدرسة دي من المدارس الحديثة اللي بتأهلك فعلا لفرص عمل كتير ان شاء الله في المستقبل والذي تتبنى الاكاديمية تطبيقها وهو التعليم الذكي بجانب البرامج التدريبية جميع البرامج التدريبية تتبع نهجا مزدوجا حيث تكون بتطبيق النظام الالماني في التعليم الفني والتدريب المهني وهذا المزيج المتكامل الذي يجمع بين التعلم في المدرسة باحدث نظم التعلم الالماني والتدريب في المصنع هو ابرز نهج يحقق مستوى عالي من الكفاءة معلش يا شباب في ناس كتيرا متعرفش معلومات عن هذه الاكاديمية دي على فكرة مهمة جدا بتجمع ما بين التعليم النظري والتعليم العملي تمام كيرا يا شباب طب يا مستر هو عنوان الاكاديمية فين اكاديمية السويدي الثانوية اللي عنوان بتاعها يا سيدي الفاضل الكيلو تسعة وخمسين طريق مصر الاسماعيلية مدينة العاشر من رمضان طيب بالنسبة لأقسام الدراسة داخل اكاديمية السويدي الفنية قالك يوجد سبع اقسام بالاكاديمية ويتخصص فيها الطالب من السنة الاولى على يد خبراء متخصصين لربطها بسوق العمل والانتاج وباشراف طبعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايه بقى السبع اقسام اول قسم عندنا صناعة الحديد والصلب القسم الثاني صناعة البلاستيك القسم الثالث الخدمات اللوجستية القسم الرابع ميكانيكا وصيانة واصلاح القسم الخامس مكونات الطاقة لصناعة الكبلات وصناعة المحولات القسم السادس الالكترونيات الصناعية اما عن اخر قسم فهو ميكانيكا وصيانة واصلاح المعدات الثقيلة الشهادات التي تمنحها مؤسسة السويدي بوس يا سيدي المؤسسة على فكرة بتمنحك اربع شهادات اول شهادة شهادة لغة انجليزية معتمدة من جامعة كامبرج اتنين الشهادة التانية شهادة جدرات دولية معتمدة من دولة فنلندا الشهادة التالتة شهادة معتمدة من الغرفة التجارية الالمانية انت هتبقى علامة يا رئيس الحاجة الرابعة شهادة دبلوم فني ثلاث سنوات معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يعني السيادتك راجل معتمد في مصر وبتاخد كمان شهادات بقى من جامعة كامبرج من دولة فنلندا من الغرفة التجارية الالمانية يعني الحقيقة شغل عالي وخش عالي بعده شروط التقديم لاكاديمية السويدي الفنية طب يا مستر حضرات الحمد لله عرفنا الاعنون بتاعها ايه وايه هي الاكاديمية ديت وايه الشهادات اللي بتمنحها طب ايه يا طرح شروط التقديم لاكاديمية السويدي بص يا سيد اول حاجة ان يكون المتقدم مصري الجنسي تمام ان يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية لهذا العام تمام كده يا شباب بس التنسيق بقى بتاع السنة دي لسه مظهرش بتاع السنة اللي فاتي كان 220 من 280 وعلى فكرة السنة اللي فاتي كان التنسيق عالي جدا وهي خادت 220 من 280 فانا متوقع السنة دي برضو هيبقى لحد العادنى للتقديم السنة دي ان شاء الله غالبا هيبقى برضو 220 من 280 الشرط التالت قال لا يا زيد سنة المتقدم عن 18 عام الشرط اللي بعده اكتياز شروط القبول لكل تخصص اه اه طبعا كل تخصص ليه شروط خاصة بيه بقى انت واخد بقى الحضر لك يعني كل قسمة اللي احنا قلناهم ليه شروطه اللي ايه للخاصة فسيادتك بتكتاز شروط القبول لكل ايه تخصص يقبل من جميع محافظات جمهورية مصر العربية يعني اي طلب من الطلبات سيادتك اي طالب من اي محافظة ليك الحق انك تقدم في اكاديمية السويدي تمام كده يا شباب لان فيه ناس بتجي في التعليقات تقول لي يا مستر انا من الغربية انفع عدم ولا لا انا من اسواني انفع عدم ولا لا اي عم من اي محافظة من جمهورية مصر العربية سيادتك طالما مصري ومن جمهورية مصر العربية او الاي تاني يبقى من حقك ان انت تقدم في هذه الاكاديمية تمام كده يا شباب تمام طيب الاوراق المطلوبة للتقديم بقى اي هي طبعا صورة شخصية للطالب صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر صورة من شهادة ميلاد الطالب صورة من اتمام شهادة الاعدادية صورة من بيان الدرجات ده التقديم يا شباب وكله لو تاخد بالك ان هو صور ايه ده يا مستر يعني ايه بقدم بالصور لا خلي بالك بقى ما انت سيادتك دلوقتي من حقك انك تقدم بس الله اعلم انت هتقبل ولا لا لأ لان الحقيقة بيبقى عليها اقبال كبير جدا فهم بياخدوا العدد اللي عايزينه من اعلى الدرجات سيادتك بقى خلاص انت الحمد لله قبلت وتمامه زي الفل بتبتني بعد كده تقدم لهم طبعا الاصول بتاع الحاجات ديات كلها تمام كده يا شباب طب يا مستر موعد التقديم ده بيبقى امتى الحقيقة يا شباب موعد التقديم بيبقى في شهر ستة في الشهر اللي احنا فيه ان شاء الله كده على اخر ستة ان شاء الله والحقيقة المعاد بتاع التقديم بالزبط لسة لهذه الفترة اللي احنا نزلنا فيها في الفيديو لسة اه منزلش لسة ما تقلش تمام كده ولكنه هو غالما بيبقى يع السنة اللي فاتت كان يوم واحد وعشرين ستة. يعني البرق التقديم السنة اللي فاتت يوم واحد وعشرين ستة. فالسنة دي برضو هيبقى نفس الرنج. فسيادتك مثلا لو حابب هزي المدرسة يبتلي بقى زبط الورق بتاعك واخد بال حضرتك ويزبط حالك بحيس اول ما يفتح التقديم تقدم على طول ان شاء الله. هنا بقى في سؤال مهم جدا هي الاكاديمية دي يا مستر بتقدم لي ايه كطالب? يعني انا كطالب بستفيد ايه من الاكاديمية دي. اول حاجة انها بتقدم لك تعليم مزدوج. يعني ايه يا مستر? يعني سيادتك تمانين في المية تدريب في المصانع وعشرين في المية تعليم نظري. حلو كده? الناس بقى اللي هي بقى يعني ملهاج دماغ في موضوع التعليم بقى النظري. زي ما قلنا كده ومش عايزة مسلا السنوية العامة والكلام ده كله. او جاء لك التدريب العملي يا عام. شغل عملي تمانين في المية من اللي هتاخده كمانهج عملي. وعشرين في المية نظري. الحاجة التانية اللي بتقدمها لك اكاديمية السويدي شهادة خبرة تدريب عملي من المصانع. يعني سيادتك عندهم بتتضرب وفي الاخر يا عم بيديك شهادة خبرة. بتنفعك جدا. ولو انت تميزت بتشتغل معهم. وفي نفس الوقت لو انت مشتغلتش معهم انت معاك شهادة خبرة يا باشا ان انت خريج اكاديمية السويدي. فممكن تشتغل في اي حتة تاني برضو مفيش مشكلة ان شاء الله. الحاجة اللي على كده بتقدم لك يا عم وجبات غزائية للطالب. يعني مش هتسيبك كده. الحاجة الرابعة بتديك تأمين طبي للطالب. الحاجة الخامسة الاكاديمية مسؤولة عن تقديم. زي مدرسة يعني بتديك ايه? زي المدرسة بتاعك. جميل. خلي بالك برضو في التعليم عن بعض. تمام كده? موجود برضو في المدرسة كاسلوب من اساليب التعليم. الحاجة التانية بتديك بدل تدريب عملي تلتمية جنيه شهري. يعني في السنة سيادتك بتاخد تلات تلاف وستمائة جنيه سنويا. سيادتك هتاخد بدل تدريب. يعني حاجة انت بتاخدها زي مكافأة كده. في الشهر بتاخد تلتمية جنيه. في السنة تلات تلاف وستمائة جنيه. يا رأيك بقى في الاكاديمية دي. يعني سيادتك بتتعلم وبتاخد فلوس كمان. الحاجة التانية المهمة برضو من ضمن الحاجات اللي بتقدمها لك الاكاديمية. الانتقالات من و الى المدرسة والمصانع من نقاط تجمعه بالمحافظات القاهرة الكبرى الشرقية الاسماعيلية السويس. يعني كمان في بصابة بتروح المدرسة من الاماكن اللي احنا قلنا عليها. تمام. شهادة جادرات دولية معتمدة من دولة فنلندا او من الغرفة التجارية الالمانية. شهادة دبلوم فني تلات سنوات معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يعني سيادتك الطالب اللي دخل صنايا عاجي خالص بياخد شهادة دبلوم فني تلات سنوات من وزارة التربية والتعليم. صح كنا? جميل. من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. سيادتك هنا بقى بتاخد شهادات تانية بالاضافة لحاجات اللي احنا قلنا عليها. طبعا الاكاديمية دي بتوفى لك بقى يعني بيئة انك تطبق المنهج الحديث. اللي هو اين طبعا على التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات. كل ده بيفيدك انت وبيديك خبرة وبيديك كفاءة. تمام كده? وكمان على معايير على فكرة تكنولوجية المنية حديثة. انت بتتكلم في ايه عمل حاجة? تمام كده. الاكاديمية طبعا اكاديمية السويدة للتعليم الفني بعد الاعدادية هي اول مدرسة للتعليم المزدوج تعمل باحدث التكنيات ونظم المعلومات في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت اشراف وخبرات المانية. تمام كده يا شباب? شوف الموضوع جميل ازاي? ايه بقى المتطلبات الاكاديمية والمتطلبات الغير اكاديمية للقبول? يعني ايه? يعني سيادتك دلوقتي اول حاجة عشان تقدم في المدرسة دي لازم تكون ايجادتك للمستوى الاساسي اللغة الانجليزية كويسة. الحاجة التانية حصول الطالب على اشهاد الاعدادية قلنا بحد ادنى وده كان السنة اللي فاتت من متين وعشرين من متين وتمانين وما اعتقدش ان هو هيتغير ان شاء الله السنة دي. الحاجة بقى الغير اكاديمية ان سيادتك طبعا بتكتاز بقى المقابلة الشخصية اللي بيعملوها اختبارات نفسية وسلوكية عشان طبعا هم العدد اللي مقدم كتير فلازم طبعا يعني ايه? يعملوا كده فلتر كده زي ما بيقولوا عشان يقدروا يختاروا اختيار صحيح. طيب سؤال هنا بقى جميل هل في اقسام متاحة للبنات داخل اكاديمية السويد الفنية? الحقيقة يا شباب ليست كل الاقسام داخل الاكاديمية للبنين ولكن طبعا فيه متاح يعني للبنات بعض الاقسام زي الالكترونيات الصناعية والصناعات الغزائية والخدمات اللوجستية. دي بقى اللي هم التلات اقسام دول اللي هم اعتبر متاحين للايه? للبنات. تمام كده يا شباب? طيب ايه المنح اللي بتقدمها بقى اكاديمية السويدي? قالك تقدم الاكاديمية منح دراسية جزئية وكلية تبدأ من خمسة وسبعين في المية وتصل لمية في المية وده ان شاء الله المنح دي طبعا بيتم الاعلان عنها على الصفحة الرسمية للاكاديمية في شهر اغسطس. تمام كده يا شباب? الحقيقة يعني موضوع الاكاديمية من الحاجات اللي هي مهمة جدا جدا جدا. وفرصة الحقيقة فوق الممتاز لطلاب الشهادة الاعدادية. اللي بتدوروا على مدارس غير الثانوي العام. فرصة مدرسة مهمة جدا. بتاخد من مجموع معقول جدا وجميل جدا. هتاخد شهادات فوق الممتازة. اعتقد دي حاجة جميلة جدا موفرة كمان المواصلات للمدرسة. ربنا وفقكو يا شباب. انا بحط رجلك على الطريق سيادتك بقى ليك حق الاختيار. وربنا وفقكو يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه. كان معكم مستر احمد علي. واتنساش بقى حضرتك. تشرفني بالاشتراك. وانك اه تفعل زر الجرس عشان يجي لك ان شاء الله كل جديد. وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد. والى لقاء اخر في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.